ايباد برو مايك سعر 10 ريال هذا مقطع اليوم قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسل تضغط على لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وانا بغل طول عليكم لاتس قو على المقطع ايش اقول الان في مشكلة كبير معلوم ايش ولكن انا سوي طالب ما في يجي الحد الان سوني 5 وين سوني 5 ايوه سوني 5 ايوه انا ما اسمان ايوه سوني 5 انت موجود واتساب سمسم رقم هذا سوني 6 حبيبي انت اوين شغل هنا مظرعة شغل هذا مظمر مظاحة شغل انت اوه程 استمرار سأل اين استمرار انا يبغى انت ايو تصيبي اخي والله شي يقهر طلاقي كنت يضبط لكم سوني 5 على عربيا طلبتها من واحد انا اريكم والله ما اخليها في خاطركم شوفوا هذا المتجر طلبت سوني 5 تمام اخ لا اله الا الله وين السوني 5 وينه طلبت منها سوني 5 عشان نسوي عليها مقطع ولكن الواضح اني انسرقت وهذا اسم متجرة المتجر الذكي ما رح اخليها في خاطر خلني اشي الان بسم الله هذا اسم متجرة انتبهوا يا جماعة الخير كل شي فيك موجود هنا قدامكم من اوله الاخره شي غبن قسم بالله العظيم هل في ناس يشوف يعني حتى انا بعدين لاحظ الكومنتات هم سويها تصميم تديم اسعار مناسبة جدا ناردين يعني يجيب بنات يعني انه يا الله بنات شروا منا شي حلو هنا سلمان وسلامة يعني ولدين ثلاث بنات حتى هنا برضو في مشكلة يعني ليه مخلي اثنين ولده سامحوني والله كتناوي لكم على شي حلو ولكن مقطع اليوم في اعلان في اعلان فلوس الاعلان رح تنصب لكم مرة ثانية ما راح نحط هذا راح نحط جمعات الخير اللي هو ماكبوك ولكن مو من ذا الغبي مو من ذا الحرامي لا راح اجيب لكم ماكبوك ماكبوك حربيا هذا كل اللي فيه اشياء مزورة انتبهوا 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 بشكل فضيء جيت اتواصل معاه في الانستجرام كان يشتغل الحين شف صار يرجعني عارف اليو اكس يواي انك ضغطت انا كده عود يرجعك على الصفحة ولكن تعال اشوفوا الاعلام معاي اشهد يا تاريخ اني راح اخلي المتابعين كلهم يرجعون من عام 2023 الى العصور الوسطى تخيل معاي يا حبيبي عزيز المتابع انك في العصور الوسطى مكان شخصيات تاريخية تخيل انك في يوم الايام صرت مكان صلاح الدين كيف راح نتصرف وكيف راح يكون اسلوب حياتنا عشان كذا جبتلكم لعبة تحدي الملوك لعبة استراتيجية راح تعيشك هذا الجو وتكون ملك القلعة وتحاول تطورها وتحاول تصير ملك العرش داخل المملكة حقتهم طبعا اذا انت حاب تصير ملك العرش فلازم تسوي تحالفات داخل اللعبة لان اكيد ما راح تقدر تسولي على المملكة الحالية اللعبة متميزة بالعمق والتفاصيل يعني كل يوم تكتشف ميزات جديدة مناطق جديدة وتتعلم برضو اكثر اكثر الشي الجميل في اللعبة الاحداث المستمرة بشكل لا نهائي عندك احداث كثيرة واكبرها حرب عرش السيرفرات جيد على كذا حرب اطلانتس اللي يكون في حروب كبيرة بين اكبر التحالفات والملوك في اللعبة اللي في يوم الايام انت راح تكون منهم اللعبة تعتمد على تكوين التحالفات والصداقات داخل اللعبة لان حرام انك تكون ملك وعندك قلعة وحدة برضو زيد على كذا تقدر تتعرف على الناس داخل الشات ترسلهم طلب انضمام انك تكون معهم انتبه تقدر فيهم اه؟ عد لا تنسى تضبطهم وتتبرع للتحالفات بشكل دائم اللعبة فيها ميني جيمز وش الميني جيمز اللي هو او العاب مصغرة تساعدك انك تحسر مكافآت من الداخل وفي جوائز بدون ما تخسر جنود وتنجلد من القلاعة الثانية مثل تحرص القلعة او برج ميرلين ما تخسرك اي جندي او موارد نقطتين هذه تكسب منها موارد بدون خسائر اللعبة هذي يلعبها جميع العمار من الرجال او البنات اااااا الحين اسرار البيت كل ملك عندها اميرة ليس اميرة واحدة انك 4 اميرat كدت ترضيهم وتسعدهم لان كل واحدة فيهم راح تطور لك تضعف لك نقاط معينة في قلعة عادي مديك ترسلها هدايا او تلعب أي لعبة معها او تجاوب على اسئلة تتأكد ان اميرتك عايشة في سعادة عشان قلعتك تتطور بسرعة واخر شيء واهم شيء تقدر برضو انك تدفع داخل اللعبة هذي مثل بابجي وفورتنايت وغيرها من الالعاب الحماسية الثانية هذا كلها داخل منصة طماطم بلس يعني تقدر تدفع عن طريق جوالك كاش او بايبال او عن طريق المحتضة اللي تبي بس عن طريق التسجيل وعادو يلعب بالمنصة مثل ما تبي سجلوا وشوفوا اشي الدلع اللي بسوينا لكم طماطم وموفرينا لكم الرابط في الوصف نضخع المقر ابي جماعة الخير اول زبون عندنا يا الله يا فتاح يا عليم كتبت لعليكم السلام وانتغره والله يا عيال اني كنت من قهرة على السرقة يا اخي مفروض حلقتين ولكن يلا اوافق تب واحد يشتري منا انتبهوا انتبهوا ايه حذركم تكفون انتبهوا حذروا الناس كلها تراك كذاب وكل شي مزور شجل تشاري كيش 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 ابحثت عننا كثير صار كيش يمزور والله ولكن العوض عند ربي طبعا طلعنا الرقم جديد ايه الرقم الاول وعدا انكشفنا خلاص بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين اوه مبروك خلاص اختفرات الله يوفقكم يا رب الله يعطيك العافية انت حاط ايباد للبيع انا عام اخوي حياك توقع حلقة اليوم اظن كنت انتهي بسرعة ولا بتطول اذا انتهت بسرعة راح نحط شيين ولكن الشي الثاني من الاشياء اللي موجودة عندي هنا كم سعره وكم جيجا 256 256 جيجا جيجا كم صار ل صار للمستخدم شوف لو اقول لجديد راح يستنكر واذا مصلحة شي مستغرب هلا اقول للمستخدم بعدين اعطيه اياه جديد واذا مصلحة ولا اه مالي اه بقول عشر ايام عشر ايام مستخدم مستخدم واذا مصلحة شي ايه مصلحة توقع ما انتبه للسعر انه عشر ريال لا 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 ماني مصلحة لا ماني مصلحة عليش اه هنا بيشك والله ايش كان فيه اه مغير والله جبت العيد مغير اه الاستيكر 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 اللي حق الحماية بس هذا اللي صلحت فيه يعني كنا فهمت هذا اللي اضفته عليه اضفته عليه بنبل واش تقول انا ماني بها باش اقول انت تقول مصلحة ايش كان خربان فيه ما كان فيه شي انا احسب انك تقول اضفت شي عليه اضفت شي اه غريب بدأ والله يشك هذا انا خليته يشك كم سعره عشرة ريال يا عيالتك تكفي عشرة ريال يو الله سجايت كل سعره عايدي كم سعره عشرة ريال يحسب لعبة عزب يقول لعبة هو ولا وش السالبة تراه يباد هذا سعر ايه والله يا عيال قسم بالله العظيم والله العظيم ها قسم بالله العظيم اني ما كتدر انه يكتبها هذا سعر لعبة ولا ايباد هذا هذا سعره سعره يقصد الف ريال لا 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 عشرة ريال عشرة باكتبها كذا عشرة ريال سعودي تستهبل صح لا والله ياا لا تحلف ما عليش سمحوني والله توني صحي يا عيال باني للساعتين تكفون عشرة ريال سعودي يحتاج قهوة عشان الصح صح والله العظيم لا تحب القهوة الا الشيء يكتب لي تحل تركوينتات انت اشتحن ابي انا بس حط الدفع عند الاستلام ابيك تشحن لي لا الدفع الان اتفقنا عليها اول دي الدفع الان وابشر وابشر بيجيك بيجي عند باب وابشر بيجي عند باب بيتك اما اشحن لك لا مستحيل اشحن لك لاني او حط دفع عند الاستلام كذا بأظلم كل الناس الي قبل ايضا موضوعك مريب انت الصدح لا وانا اخوك انا محتاجة م أحتاجة وأبي اعطي احد اعطي احد وانت محتاج محتاجPER أشتره أشتره خلي الدفع عند الإسلام لأن أصلاً مقدر أخذ بالمندوب غير يوم أستلم وتضمن حقك يا حيال هذه والله تفقنا فيها قبل ما أقدر والله ما أقدر ما أقدر أبي العشرة الآن أبي العشرة الآن محتاج أشتري شغلة محتاج أشتري شغلة بقوله تكفى خذة تكفى خذة بشك زيادة تكفى خذة تكفى أحسني بشك العين زيادة مرة إيه بيقول لي هذا كذب مو كذب كذب كذاب اخوه من اول كان يشك قلت بما ان يشك خليه يشك زياده من حقه طبعا من اي واحد من حقه لان هذا من حقه حتى لو غلط تكلم طرى انا عارف ان في ناس تجي تسب وتتكلم بس ما اقدر اقول لهم شي عيال لان هذا شي من حقه انه يزعن حتى ترى عمالين انت قعد تستخفيني الاستخفاف شي مخيف ان يشرب قهون صح صح شوف اذا كنت غبي بسويها بس مو كده مفروض تصير حرامي على مبلغ كبير اما 10 ريال احسك رخيص مره حتى تنسيجونه بسبب 10 ريال لا لا ابحك لها لا ليس ليه ابحك لها ليه لا اخوي ما اي حرامي حرامي ماني حرامي صدق اكلمك هل بيصدقون بدون كلمتا ولا لا اخوي ما اني حرامي صدر انا رجال بقول ليه هو كم سعره كم سعره؟ هو سعرها 4000 ليه كم سعره؟ لو ابيعه كم يجيب انا ما اخذ من ولدي انا ما اخذ من ولدي اذاني فيه أمه شارية له وما نجح وما نجحه والله رأى أكبر يعني وما نجحه إيش ما أنت حرامي تستابل طيب دقيقة وأبي أفتك منه أفتك منه لأني قايل له لو ما أتنجح ببيعة ببيعة بالسوق بالسوق عندك ولد يبي عندك ولد يبي أكيد أنه يبغى نجاحها أنا أحس أن هذا يبغى نجاحها لحد عياله سعره 4800 ايه عارف 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 أن هذا السور عارف 4800 هذا هو جديد طيب ولدي ما بي يستخدمه والله هذا يستاهل تدري تقول لي مستخدم عشر ريال عبيط أنت ولايش لا هذا والله ما يستاهل هذا أسرع أنواع التناقض تبيخذة تبيخذة هاي العيال والله بدي أعطيه عندك ولد بس ألا بقول عندك ولد عندك ولد عندك ولد كم عمرك بلا خلني كني كبير مرة حتى الكبار يعرف ولا تعرف 55 ساكن في الخرج خرج حطبها أنا من الخرج أحيان لو عندي ليه لو عندي بتزوجة ولا إيش لا لا وانا أخوك أنا أخوك لأن حق صغار لأن حق صغار حق صغار لأن حق صغار يعلها خير ماش معنى هذين قلت له 50 وقال لي يعلها خير أنا أتذكر العمر كله بتيمكن تزوجها ب50 ريال وكل بس راني صادق تكلم معك تكلم معك نحن في السعودية أبغى إيه أبغى يأخذ العلال بصر عليه أبغى يأخذ نحن في السعودية ما أحد بيصرق أنا منصرق في المقطع بس أذاك أنا ما تماشي إيك أذاك كذا أحبلكني أوك أخ طيب نروح لشخص الثاني عندنا رسالة ثانية وراح نرد عليه الآن سلام عليكم يا جوعة الخير شخص الثاني شخص الثاني كاتبنا السلام عليكم ورحمة الله أنت منزل الإعلان حق أيباد إيش نوع على الأيباد ومساحته وهل هو مستخدم وفيه خربات كتبت له عليكم السلام وجبت له مواصفات الأيباد وأعطيه انتر مساحته 256 256 256 كتبتنا 256 ما فيه إلا العافية ولدي ما يذاكر ما يذاكر ولدي ما يذاكر لا لا ما يبقى إلى الحين هذه بعدين ولدي ما خلنا جهزها يذاكر وقرر أبيعها عشان يتأدى داعش كمبيوتر لا 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 كيف هذا لا وهو كذا وهو كذا يسمونه في جرية أنا ما أعرف للأجهزة واجد يا ولدي عالمي كبير فهمتوا كم سعدة 10 10 خلنا حصل يا أخي والله إني رأيك والله إني رأيك يعني حاط 10 عشان يحسوا أن المبلغ كبير 10 فاصلتين خفرين 10 ريال أعزب يقول هذي 1000 أعزب كذا باللخم بخه بخه بيضرق السرحين قاعد يكتب يخمن 1000 ريال شفتني قيلكم لا يا ولدي عشان يحترمني ما يسبي يا عيال لا يا 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 نزلي شوي فيه 10 ريال أقول ليه هو غالي ليه هو غالي إذا نصحني إذا نصحني يا عيال أنا أشوفه أحب الشخص اللي يرسل أهمتوا أنت قصلي صح أحب الشخص اللي ينصح أحب كتب له ولدي ما يذاكر وقرر 10 10 10 10 ريال يالله منتك لا تعلم لا تعلم أكيد 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 مرة جديد والله جديد مرة ما فيه شيء وإذا طلع فيه خراب شيء 10 ريال ما رح تفرق الشاحن عليك أقول الشاحن عليك عليك أنت من وين بلسق فيه يا حيال بغليه يشتري وش تبي فيه بقول له وش تبي فيه لا بقول له سبب البيع سبب البيع ولدي ما يذاكر سكاك الجو أنا من الخار سبب البيع ولدي ما يذاكر وقررتها بي عشان يتدب ويقطعهم بالسبب يا الله ينسمى بالزاق بيع 10 ريال أنتم خسران يا أبو يا أوue برسل للرقم حسابك وإذا لديك تطبيق شي طيب لو تبي يلا بسم الله أبيك تشحن لي بكرة الله يعافيك بصور لي حق الشحن بأخذ منه ستلسيب لي ستلسيب اي هذا حق ستلسيب اي بقول لي انت بي ليه لك حق صغار هو طبعا الرقم هذا يختلف عن الرقم اللي قاعد اكتر فيه هذا الرقم اللي ينتشر قبل هو في ستلسيب اي لا الاختي الصغيرة الله يخليها لك الله يخليها لك ببعد العيال على ايدي ما شاء الله ما شاء الله بالابتدائي وبجيبها لاحق نجاحها بداء الايبادها اللي ينكسر يخي ليه دايما الايبادات تنكسر والله العظيم تم تم ليه دايما انا برضو عندي اختي بس الكبيرة مصير كبيرة وطائر منها ومنكسر تم هذا الرقمي خانشوف اذا حول انتظر وش اسمه لا ما راح اقول ليش اسمك تلقفت عبدالله عليه واجد عليش ترصاني والله عبروني انا احتاج ساعاته والمصحة سوية ساعاته عشانه صح انا في حالة حربية ما ادريش اسمه دي ولكن والله اني استاهلة يعني والله اني استاهلة الصدق مزاد مطفرين يا اخي ليه انا احبها مو عشان في اعلان اليوم ولا ازعل لايمكن الاتصال مع استيشي باي معلق البرنامج عطني دقيقة وارجعلك والله ربي ما كتب اشتريه معلق البرنامج شكله مصدوم من السعر يا حرام يا اخي ودي اعطيه اياي عيالو لكن اخي فضله مش شخص اللي بعده هذه المشكلة قسم بالله العظيم اضدى ان نفس ب Brad اذا ما ابيع بعلم اذا ما بيعته اذا ما بيعته والله برجعلا شخص محترم برجعلك لك اجمعتي خير يا انا الشخص الثالث سلام عليكم ودخلت وعليال بقول له اهلا وسهلا اهلا وسهلا حياك حط اي باده بروح 10 ريال اي نعم اهو منصدم يا انا بيسب الحين يا انا بيتكلم علي دامني وقال 10 ريال حط Lego الله يحييك امرني واشي لون من جد كي يبعد من سعر بخربان لا كويس وممتاز بس أمانة لا تأمنني ايه ممتاز ايه ممتاز ما اقدر اقول لأمانة وش يضمنني عشر ريال في ضمان شي لا بصير جاب كذا يقولون التعامل هذا الصدقي فيدي لا ما في ضمان ما في ضمان اشترا لان لو قلت له ايه في ضمان بيع ايه ده بجربه قبل اخذه حياك الله حياك الله وينك خلي يجينا البيت وينك من وين انت انا من الخرج كل الناس عرفاني من الخرج خلاص ابغى حد يجيني يوم البيت عيلا التاجعوا يوم تعالوا تعالوا لم يزان تبض 현ه لا بالتنقاط يا بس الله يعيصك поех Kannen الله يخلي لك الله يخلي ليك ابدن كل الناس ايبى لا بقاته ابدا ما عندك مشكلة مشكلة انها من الجنوب والله ونعم والله ونعم يحسب تنينم اني قاعدو اسجل اكررLL li stc bay حول لي cohe كذا ستي سي باي الا ارسلي موقع موضي quantش diseases إيه إيه بشحنة لك بشحنة بشحنة لك لك إذا تبيه عبوا خلصوا بسرعة يا يالي القسم بالله العظيم آخ أحسوا هم استغرب الحد الآن آآ قاعد كده يقول سأحاول العشر ريال ولا آه يمكن أخسر ولا ما حاوله خاف أنه حرامي ولا يا أخي صادق شفت العشر ريال كيف تخليك يعني صد أنا انجريت أصلا بالمكبوك حصلت في الموقع اللي في بداية المقطع دقيقة بس أشوف البنك طيب أبشر أبشر استسيبي وين وين استسيبي أنا كتبت الاستسيبي هذي ينسخه وحطه هنا انتر عشر ريال على الرقم الرقم هذا 056 306 900 وش هذا؟ آه هذا الموقع أوكي هذا أعطي حق الشحن مابس تحويل احتري لحول يوهيلي حول لك بنك ما حول لك استسي آآ ما عندي إلا استسي سي شوف أحد شوف أحد يحول آآ الله يعيال آذي أسرع مكالمة أسرع مكالمة تسجلت ايه بشوف الرقم تم بحول لك تم على الرقم اللي فوق تم تم أبشر ما عليك ما عليك كلنا مسلمين آآ متة تشحنة؟ بكرة بكرة أشحنة لك بس حول طيب طول ظنك عيالي حول ولا لها استسي معلق ولكن عادي يحدث يلين للحيب ما وصلتني لحوالة يا ساتر شكل المطولين ما حد يشتري والله طول طول مرة والله مرة طول وقل له وش صار أوكي أرسل حوالة جمعة الخير طيب ايه والله أرسلها عشر ريال في مشكلة آآ تطلع لي مقدر أوكي طيب خلاص يا عيالة أتوقع أن وصلنا هنا نهايتها ندرون وش رح أقول له لأنه والله ما عاد أقدر أكمل أكثر سويت مع ناس ما يطولون ولا دقيقتين هذول يمكن أكثر ناس طولوا طيب الله يعطي كلف عافية خلاص راح يوصلك بإذن الله على الموقع اللي رسلت ليه فوق هذا الشيء الأول الشيء الثاني اللي أنا قاعد أسجل مقطع الشيء الثالث هنا أخوك تستاهل بعشر ريال سلام عليكم يا الشيخ يبنوا هذي مقدمة يوتيوب هذي طيب يا جمعة الخير لينو وصل نهاية حلقة اليوم يستاهل الرجال صار خطم التطبيق أنا كنت أحس بها تحديث لي قبل ما حاول معاي مرة مرتين هذا ممكن يستاهل لأنني أنا حرفيا تعبت لأبعد درجة أتمنى كتقدر التعب هذا والأشياء اللي قاعدة تدفع مثل ما أنتم عارفين كلما أرتفع أرباح المقطع والناس يضغطوا على لايك وشوفوا المقطع وينشرونها كلما زادت الجائزة أنا كنت في البداية كنت أبغاها جائزتين بسبب النجاح الناس اللي انجحوا كنت أبغاها سوني وآيباد ولكن سوني انزرفت فيه زرفة وصخة مرة فالله يجزاك خير يكتب في ميزان حسناتك وياك وياك يا الشيخ وياك يا الشيخ إلى هنا وصل نهاية المقطع صلوا على الحبيب على شرف الخلق لا إله أنت سبحانك أني كنت من الظالمين أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم